وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 421 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 29 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار من السعر تم ضبط قرابة 11 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 513 قضية من بينها 250 قضية خبز ناقص الوزن و134 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب ومنظومة توريد وتدول القمح تم ضبط 8 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 31 طن أقمح محلية